الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن أن إيران بدأت تشغيل ورشة جديدة في نتانز لصنع قطع غيار لأجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم الوكالة الدولية قالت في تقريرها أن الورشة الجديدة تعمل بماكينات نقلت مؤخرا من كراج وبدأ تشغيلها بعد نزع الأختام عنها مع تأكيد الوكالة بأنها قامت بتثبيت كاميرات مراقبة في الورشة الجديدة ومع استمرار إيران بنشاطاتها النووية المختلفة يستمر ملف إحياء الاتفاق النووي مع الغرب معطلا مع وجود عقبات وخلافات حول مسائل عديدة فما هي خطط إيران من وراء هذه المنشأة وهل ستؤثر على جهود إحياء الاتفاق النووي معنا الآن من طهران الباحث السياسي مصدق بور مساء الخير أستاذ مصدق مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار وكل عام وأنت بخير هذا الحديث عن نقل هذه المعدات معدات لتطوير إقامة أجهزة طرد مركزي نقلت من كراج المنشأة التي قصفت إلى نتانز الآن ما الذي تهدف من ورائه إيران من خلال تفعيل عملية تطوير أجهزة الطرد المركزي أجهزة الطرد المركزي لها استخدامات محدودة وواضحة وهي تخصيب اليورانيوم شكرا لكم أستاذ مؤند رمضان كريم لكم وكل المشاهدين أنا أعتقد السبب الأساسي هو العامل الأمني يعني إيران قامت بهذه الخطوة من أجل رفع منسوب أو مستوى السلامة الأمنية بالنسبة لهذه الورشة عندما تعرضت ورشة السايف في كراج إلى هجوم سايبر إسرائيلي والحق بها أضرار وبالتالي الوكالة أيضا لم تنهض بمسؤوليتها ولم تدن ذلك الحادث وبالتالي إيران يتخشى أن تكون أو تكون هذه الورشة وورشات مماثلة هدفا لنفس الهجمات وبالتالي هي فكرت بأن تقوم بهذا الشيء يعني كما أعلن المجلس العالم للأمن القوم الإيراني هو أيضا ركز على هذه النقطة بأنه لأسباب أمنية ورفع مستوى السلامة الأمنية لهذه الأجزاء ولكن أنا في اعتقالي في نفس الوقت أنا أعتقد إيران أخدمت على هذه الخطوة لكسر الجمود في المفاوضات يعني الولايات المستحدة الأمريكية هي في الواقع ألغت احتمامها بالملف النووي في العاون الأخيرة بدعوة الأحداث في أوكرانيا وكأنها غير مهتمة بهذا الاتفاق تعني استوقفك هنا سلام مصدق هل الولايات المتحدة التي أوقفت المحادثات حول الملف النووي أم أن إيران وضعت شروط مهمة قالت أنها العقبات الأخيرة أمام التوقيع على اتفاق ومن أهمها ربما مسألة رفع الحرس الثوري الإيراني عن قائمة الإرهاب الأمريكية فعلا هناك سبب الإلغاء هناك مطلب أمريكي وهناك أيضا مطلب مضاد إيراني إيران كانت تصل على رفع اسم الحرس الثوري من قائمة أو من لائحة الإرهاب باعتبار هذا الحرس الثوري هو جنش نظامي جنش رسمي وهناك الملائم من الرجال الإيرانيين يخدمون خدمة العالم يعني في داخل الطائر هذا الحرس وبالتالي تسمية هذا الحرس باسم منظمة إرهابية سوف تكون لديه إشكاليات في المستقبل إذا ما نجبت حرب لا سامح الله فهؤلاء الجنود الإيرانيين سوف لن يكونوا في حكم أسرى ولن تستطيع منظمة الصليب الأحمر الوصول إليهم وسوف يعاملون معاملة إرهابيين وربما ينقلونهم إلى جوانتونامو وبالتالي أيضا هذا يمس الكرابة والسيادة الإيرانية ولذلك إيرانية تدرك جيدا أستاذ مصدق لماذا تم إدراج الحرس الثوري على هذه اللائحة لأنه منخرط بشكل كبير في دعم ما تراه واشنطن وكلاء إيران وأذرعها في المنطقة والميليشيات التي تعاد الغرب إلى آخره وبالتالي هذه مسألة أخرى لا أريد الخوض كثيرا فيها دعنا نعود إلى مسألة تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي هل نفهم من هذه الخطوة أن إيران تريد الضغط على الدول الغربية على الولايات المتحدة والدول الأخرى المشاركة في مفاوضات فيينا للقول لهم إذا لم تعطونا ما نريد سنستمر في تخصيب اليورانيوم وربما بنسب أعلى وهذه أجهزة الطرد المركزي المتقدمة سنقوم بتطويرها بشكل أكبر فعلا هذه رسالة تحذيري إيرانية كما قلت خطوة مماثرة أو العمل بالمثل مقابل الخطوة الأمريكية عندما ألغت الولايات المتحدة الأمريكية تمامها بهدف ممارسة الضغط على إيران القبول بالشروط الأمريكية في حين إيران ترفض هذه الشروط وعندما تعطرت هذه المحادثات إيران رأت أنه ليس من الجائز أن تقف مكتوفة في يدين وبالتالي تحركت لكسر هذا الجمود ولتحريك هذه المياه الساكنة لأنها داست على أعصاب الولايات المتحدة الأمريكية وعلى أعصاب الأوروبيين لأن موضوع التخصيب وموضوع عجزة التخصيب النووي هو موضوع حساس جدا كلما إيران لعبت على هذا الوتر الجانب الأمريكي يبدي لدى تفعل سريعة وحتى الجانب الغربي وحتى الوكالة الدولة الطاقة الدولية وبالتالي إيران لجأت إلى هذه الخطوة أنا نعم وأيت ما تفضلت به إيران تريد أن تمارس الضغط تريد أن تقول لهم إذا أردتم أن تماطلوا وتتعنتوا ولا تدعوا هذا الاستفاق يصل إلى طريق صحيح طريق الحقيقي أنا سوف أواصل عملي سوف أواصل جهودي القيادة الإيرانية وحتى المرشد العادة للثورة رئيس الجمهورية معلنوا بأننا سوف لن نرتهن أمورنا المعيشية واقتصادنا لن نرتهنه بهذا الاستفاق وما سيقول إليه هذا الاستفاق ونحن ماضين في خطتنا هكذا هي الرسالة الإيرانية التي تريد أن توجهها من خلال هذا العمل علما أنها أشهرت الوكالة الدولية هي بدأت من 4 أبريل ثم في 12 شبريل ثم 3 شبريل على خطوات والوكالة أيضا أيدت هذه الخطوة الإيرانية وأكدت هذه الخطوة الإيرانية وأكدت الرواية الإيرانية خلال بيان سري وزعية الوكالة على أعضائها إيران أعلنت بأنها سوف تنقل تجهيزات كارتش إلى صفهان وبالتالي المفاتيشون تدخلوا وفحصوا هذه الأجهزة وتدخل ولكن المفارقة هنا أستاذ مصدق صحيح إيران أبلغت الوكالة الدولية بأنها تعتزم نقل هذه الورشة إلى نتانز وكل هذه الأمور وسمحت بتركيب كاميرات ونزعت الأختام عنها ولكن لا تستطيع الوكالة الوصول إلى أي معلومات تسجلها هذه الكاميرات وبالتالي الكاميرات يبدو وكأنها مجرد ديكور أو مجرد إجراء رمزي لا أكثر ولا أقل لا فائدة عملية من وراء تركيب هذه الكاميرات ما رأيك؟ السيد مؤند أولا لدينا اتفاق مع الوكالة حتى في داخل هذا الاتفاق يعني مذكور هذا الشيء يعني الوكالة أيضا وقعت بأن إيران سوف نسلم محتويات هذه الكاميرات إلى الجانب الأوروبي إلا إذا ما تم الاتفاق إبرام هذا الاتفاق وعمل الجانبان بكامل التزاماتهما علما أن المحتويات ومقاطع هذه الكاميرات سوف تكون مخزونة وموجودة لدى الجانب الإيراني وفي المستقبل إيران سوف تقدمها إلى الوكالة ولكن حاليا هي تقول لا نعم الوكالة هي تقول بأنها حاليا غير قادرة على أن تؤكد يعني بدء نشاط إيران في مجال إنتاج أجهزة تطرد المركز وما إلى ذلك لأن هذه الأشرطة لا تصل إليها ولكن هناك مفتشون يعني بصراحة لا يزال المفتشون لدينا وبإمكانهم يعني أن ينقلوا هذه المعلومات ولكن هذه حجة وذريعة والجانب الإيراني أيضا يعني لا حيلة لديه هو يريد أن يمارس الضغور من أجل إنهاء هذه المشكلة ويريد أن يكون هناك اتفاق ومع الاتفاق وكل القيادة حتى المرشد العذاف بالأمس أو قبل أمس وأعلن يعني يريدون أن يكون هناك اتفاق ولكن هذا الاتفاق يجب أن لا يكون على حساب الكرامة الإيرانية يجب أن يكون اتفاقا متكافئا دعني أسألك في الوقت المتبقي أستاذ مصدق عن يعني ما يمكن أن نتوقع فيما يتعلق بهذه المفاوضات في فين الآن نحن نتحدث عن سنة عام كامل مضى على البدء في هذه المفاوضات وكلما اقتربنا يعني من تحقيق تقدم أو من التوصل الاتفاق كلما كانت هناك مشكلة تبرز بشكل أو بآخر هل سنبقى نراوح في هذا المربع برأيك لفترة ما أنا أعتقد أن هي المشكلة موجودة لدى الجانب الأمريكي يعني هناك بغوط تمارس على الجانب الأمريكي وإدارة بايدن هي في الحقيقة إدارة ضعيفة جدا يعني أضعف من إدارة ترامب وبالتالي غير الجريئة ولا تستطيع أن تتخذ القرار السياسي يعني هي سوف تتخذ هذا القرار ولكن كل ما يحدث وكل الردود والمواقف التي تشعر إدارة ضعيفة أليس هذا من مصلحة إيران أن تتوصل إلى اتفاق في ظل وجود إدارة ضعيفة بين قوسين إدارة ضعيفة من حيث مواجهة القوى والأدوات الضغطة الإقليمية خاصة إسرائيل يعني إسرائيل تضغط ولكن الجانب الأمريكي وحتى التصريح الذي سمعناه اليوم من بلينكين وزير الخارجية الأمريكي هو أيضا يعني كأنه يريد أن يوجه رسالة إلى الطرف المقابل حتى بايدن هو طلب من الذين يعارضون الاتفاق قال هاتوا ببدائلكم وإسرائيل أعلنت يعني هناك قادة إسرائيلين أعلنوا بأنه لا يوجد أي بديل لهذا الاتفاق وبالتالي أنا أعتقد نحن مقبلين على هذا الاتفاق ولكن هذه المماطلة وهذا التاريخ يعني تريد الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد منها اليوم بلينكين يقول أن بايدن سوف لن يوقع عليه اتفاق لا يزيل ما اسمه بالخطر النووي الإيراني في حين أن إيران لا تشكل خطر النووي إيران هي مستعدة للتراجع عن التخصيب والعودة إلى 3.67% عملا بالاتفاق المبرم في عام 2015 يعني هذه هي فرصة وإيران هي توافق ولكن للأسف يعني ليست هناك نوايا ويبدو أنهم يراهلون على الوضع الروسي وعلى تطورات كراين وعلى قضايا أخرى ولكن إدارة بايدن هي تحاول أن تقترب يعني من الانتخابات ثم تتخذ قرارها لأنها لا تجرؤ على اتخاذ هذا القرار لأنه هناك من سوف يمتص تبعات هذا القرار سوف يأمل دعاية وربما سوف يأجي ذلك إلى أسقط إدارة بايدن أو تضاء الفرص نجاح هذه الإدارة في الإدارة الديمقراطية في الانتخابات المقبلة أنا أعتقد المشكلة هي بالدرجة الأولى موجودة لدى الجانب الأمريكي يعني إذا ما اتخذ الجانب الأمريكي وهذا ما أكده وزير خارجي الإيراني وكل القيالات الإيرانية رئيس الجمهورية المرجد إذا اتخذ الجانب الأمريكي القرار السياسي الشجاع وأعطى لإيران حقوقها إيرانية مستعدة أيضا لأن تتفاهم بالدرجة كبيرة اليوم كان هناك بصيص أمل كان هناك تصريح أمريكي هو يؤيد الوساطة الروسية والجهود الروسية لدفع باتجاه إبرام هذا الاستفاق نحن نأمل أن تكون الولايات المسحدة الأمريكية صادقة في إبداء هذا الموقف ولكن كما قلت هناك ضغوط خاصة للضغط الإسرائيلي شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور الكاتب والباحث السياسي كان معنا من طهران